قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين تعدي معانا يلا وملا قلبك بالأمان كوكب الأرض في زمناك ضيعه فيه المعاني لو تحب تشوف وتسمع صوت بلا له جاي تاني انسى كل هموم حياتك يلا نروح لكوكب تاني محتاجين ان احنا كل يوم نحلم ونجدد الأمل ونقول بكرة يا ترى هنروح انهي كوكب وهنعيش مع انهي خلق وهنتعلم ايه وهنصحب مين ونشوف مين محتاجين نحلم الحلم الجميل دوت يلا بسرعة عشان الوقت بيجري تعالوا نركب سفينة الفضاء سبحانا الذي سخر لنا هذا وما كنا له مكرنين وإن إلى ربنا لمقلبون تعالوا نطلع ونسبح في سماء الطاع الكون كله الله أكبر بيسبح بحمد الله سبحانه وتعالى بدأنا ندخل منطقة الكواكب وهنق النهاردة كوكب جميل جدا بفضل الله سبحانه وتعالى محتاجينوا في الشهر الكريم دوت عشان نسبق بعض وعلشان نتصابق وفي ذلك فليتنافس المتنافسون وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وسابقوا إلى مغفرة من ربكم فاستبقوا الخيرات عشان كده النهاردة اخترنا ان احنا ننزل ونهبط ان شاء الله بسلام في كوكب السابقين تعالوا ندخل الكوكب وننزل بسم الله وعلى برقة الله تعالوا ننزل ونقرب ونشوف ونتعرف على سكان الكوكب الجميل دوت تعالوا نشوف الأصور اللي موجودة وكان أول أصر نقابله أصر صحابي جليل يمكن ناس كتيرها ما تعرفوش لكن يعني عايزين نعرف النهاردة ونقابله إن شاء الله يوم القيامة على حوض النبي صلى الله عليه وسلم وهو بنفسه يحكي لنا قصته النهاردة هنشوف أول قصر كان قصر ربيع ابن مالك إيه قصة ربيع ابن مالك النبي يا جماعة صلى الله عليه وسلم عمره ما ساب حد يعمل معه أي حاجة إلا ولازم يرد له الجميل ده هو اللي قال كده قال كما عند الترمذي بسند صحيح قال ما من أحد كان له يد عندنا إلا وقد كافأناه بها ما خل أبا بكر فإن له عندنا يدا يكافئه الله عز وجل بها يوم القيامة الحديث واضح بيقول كل إنسان عمل معنا معروف كافئناه وأكرمناه إلا بس أبو بكر لإني ما نعرفش انكافئه فالله عز وجل هو الذي يتولى مكافأة أبي بكر رضي الله عنه وأرضاه يوم القيامة أخوه يا حبيب تعالوا نشوف قصة ربيع ابن مالك ربيع ابن مالك كان متخصص بحاجة معينة أنت عارف الصحابة النبي صلى الله عليه وسلم كان يضع الرجل مناسب في المكان المناسب كل واحد ليه وظيفة بحاجة معينة فربيع ابن مالك اختار لنفسه قاعد يفكر إيه اللي ممكن أعمله واخدم به ديني فقال بس أنا أجهز ميت الوضوء انت عارفين ما كانتش فيه طبعا لحنفيات ولا خلطات ولا الكلام ده كله ولا خزارات كانوا بيجيبوا المية من الآبار ومن أماكن بعيدة وكده فربيع ابن مالك قال بس أنا بقى أجهز ميت الوضوء للنبي صلى الله عليه وسلم في الخمس صلوات وأخذ أجر بقى إيه أجر وضوء الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم فالنبي يحب يكافه ففي يوم الأيام بوحي من الله إلى رسول الله والله هيطلبه أبوابه السماء مفتحة ودعوته مجابة الآن اللي هو هيطلبه إن شاء الله مجاب ربيع ابن مالك ده كان وضع إيه جماعا كان عنده تعالوا خد خد مني بقى السيفي بتاع سيدنا ربيع كان عنده 17 سنة وكان من أهل الصفة فقير جدا جدا مش لاقي يتجوز كان محتاج شقة يعني إيه محتاج شقة ومحتاج عروسة ومحتاج يتجوز ويعيف نفسه فلما النبي فجأه بالسؤال وخد بالك السؤال مفجأة وكان ممكن واحد غير ربيع يقول له إيه؟ طب يا رسول الله والله أسأل جميل قوي سلني شيئا يا ربيع طب ممكن تسيبنا فكر لحد بكرة لم يتردد ولم يتلعثم لحظة واحدة والله النبي بيقول له سلني شيئا يا ربيع في لحظتها وبكل قوة وانطلاق قال مش أسألك الجنة لا أسألك مرافقتك في الجنة يا رسول الله الله أكبر إيه ده؟ إيه الحب ده كله؟ ده بفكرني بحديث تاني بس هرجع برضو ربيع تاني فحديث روات تبراني في الأوسط والصغير بإسناد حسن أن رجل ولم يسميه حديث محب جاء إلى الحبيب صلى الله عليه وسلم وقال له يا رسول الله والله إني لأحبك والله لأنت أحب إلي من نفسي ومن ولدي ووالدي ومن الناس أجمعين وإني لأكون في البيت فأذكرك فما أصبر حتى آتي فأنظر إليك فإذا ما تذكرت موتي وموتك يا رسول الله علمت يقينا أنك إذا دخلت الجنة رفعت مع النبينا في الجنة وأنا إذا مت ودخلت الجنة فإني أخشى الله أراك هو بس واشكلتي أن أنا خايف ما أشوفكش يا رسول الله فسكت النبي ونزل قول الرب العلي ومن يتع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقة ذلك الفضل من الله وكفى بالله عليما فربيع ابن مالك النبي بيسأله بيقول له سألني شيئا ربيع قال أسألك مرافقتك في الجنة شوف الدرس الثاني الحلو إن النبي كان ممكن يقول له أفارم عليك والله العظيم يا أنت جدعا حلوة وقادي الأمنيات ولا بلاش قادي الهم ولا بلاش وخلاص بقى ما تشغلش بقى وخلاص يعني إيه الحب اللي أنت ضمنتها قال له إيه لا ما قالهش كده قال له فأعني على نفسك بكثرة السجود لله فإنك لا تسجد سجدة لله إلا رفعك الله بها درجة في الجنة الله الله ماشا الله ربنا قال كده واسجد واقترب كل لما تنزل تحت هتطلع فوق واسمع الكلمة واحفظها كل لما هتنزل تحت هتطلع فوق ربيع ابن مالك هيكون في صحبة النبي في الجنة لأنه دعا والنبي أمن سلني شيئا ربيع أسألك مرافقتك في الجنة فأعني على نفسك بكثرة السجود لله تعالوا نشوف أصري مين تاني اللي هيكون في كوكب السابقين تخيل مين حضرتك عبدالله بن مسعود عبدالله بن مسعود صحابي جليل من أجل وأفضل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم عبدالله بن مسعود هو أول من جهر بالكرآن لكفار مكة فضلوا يضربوا ضرب مبرح سبحان الله ورغم ذلك قال غيظا لهم والله لو عادوا لعدوا مرة أخرى سبحان الله عبدالله بن مسعود اللي في يوم الأيام حب أنه يقطع سعود من الأراك للسواك يعني يجيب سواك لأنه يبع سامن فوق الشجرة وكان عبدالله بن مسعود صاحب سقان رفيع وجسك دحيف فلما طلع فوق الشجرة جات الريح فهزت الغصن فانكفأت سقان عبدالله بن مسعود وانكشفت فضحك الصحابة فتعجب النبي وغضب وقال مما تضحكون قالوا نضحك من ضقة سقيه قال والذي نفسي بيدي لهما في الميزان يوم القيامة أثقل من جبل أحد الله أكبر رجله اللي تأيلها إيمان بالله سبحانه تعالى عبدالله بن مسعود اللي ورد في الحديث اللي هو أحمد والنسائي بسند صحيح إن حبيبك ما تصلى عليه بقى صلى الله عليه وعليه وسلم كم عدي هو أبو بكر وعمر من قدام دار عبدالله بن مسعود فسامع عبدالله بن مسعود هو في التلت الأخير من الليل وهو بيصلي بسورة النساء وظل يقرأ يقرأ ويبكي ويرطل واء إلى أن انتهى من الركاتين فلما انتهى من صلاتي جلس يدعم والنبي يقف خلف الباب خب بالك فقال النبي سل طعط خب بالك ابن مسعود مستمع النبي وما يعرفش إن النبي قعد بره هو أبو بكر وعمر فالنبي بيقول سل طعط الكلام ده مش من عمد النبي الكلام ده جماع بوحي من الله إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم سل طعط أي دعاء ستدعو به الآن مجاب الآن يا ابن مسعود فإذا بابن مسعود يطلب طلبات عجيبة جدا قال واحفظ معي الكلمات دي ويا نيت تكتبها قال اللهم إني أسألك إيمانا لا يرتد ونعيما لا ينفد ومرافقة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم في أعالي جنان الخلد فقال النبي آمين الله أكبر يعني لو أحكم بيتمنى يقول يا رب كنت أنا اللي أدعو الدعوة دي أو أنت اللي تدعو الدعوة دي أتو النبي يأملين على الدعاء الجميل ده اللهم إني أسألك إيمانا لا يرتد ونعيما لا ينفد ده في الجنة وبعدين فوق ده كله بقى ومرافقة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم في أعالي جنان الخلد فقال النبي آمين عمر بن خطاب خدل بقى الموقف ده قال بس اليوم أبشر ابن مسعود بتأمين النبي على دعائه وأسبق أبا بكر في خصلة خير يعني هو على طول اللي سابقني في كل حاجة النهار ده أسبقه بقى قال فلما انصرف الناس من صلاة الصبح ذهبت لأبشر ابن مسعود بتأمين النبي على دعائي فوجدت أبا بكر من خارجه من عند ابن مسعود فقلت والله لا أسبقك إلى خير أبدا يا أبا بكر الله أكبر عشان كده ابن مسعود كان ليه قصر في كوكب السابقين ما شاء الله تعالوا نشوف من ثاني كان ليه قصر في كوكب السابقين صحابية برضو كتير من المسلمين ما عرفوش لكن هو صحابي جليل تعالوا نعرف من هو الصحابية ده اللي ليه قصر في كوكب السابقين صحابيه اسمه أبو الدحداح سمعت الاسم ده قبل كده أبو الدحداح قصته في غاية الغربة كان فيه طفل يتيم في عهد النبع السلام كان ليه بستان وكان بستانه بجوار بستان واحد من الأنصار فحب الطفل اليتيم عشان يضمن أن بستانه يعني محدش يعتدي عليه حب يعمل صور للبستان بتاعه من كل الجهات فجي يعمل صور فإذا بنخلة من نخل الأنصاري يعني هتقف قدام الجدار فطلب من أنصاري يقول له يعني أسألك بالله أعطني النخلة وقعنا بحسعة من الصور حواليها قال لا قال إذن بيعني النخلة مش عايز تدهاني بيع علي قال لا قال أعطني النخلة وسأدعو لك قال له لا فذهب اليتيم يشكوه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم طبعا هذا الصحابي ما كانش يقصد أبدا أنه يعصي أمر النبي لكن هو كان المشكلة عنده أنه زعل أن هذا اليتيم ذهب وشكاه إلى النبي صلى الله عليه وسلم فجاء النبي مع اليتيم وقال لهذا الصحابي الجليل أعطيه النخلة قال لا يا رسول الله قال إذن بيعه النخلة قال لا يا رسول الله فقال النبي صلى الله عليه وسلم أعطيه النخلة ولك بها نخلة في الجنة فقال لا يا رسول الله من الوقف بأجن بالنبع السلام أبو الدحداح بطلنا أبو الدحداح وقف فسبع نخلة في الجنة بنخلة أديها لليتيم الله يعني ربح البايو عبا يحيى فرح أيل لنبع السلام يا رسول الله ألئن اشتريت تلك النخلة وأعطيتها لليتيم ألي بها نخلة فجنة قال أجل فذهب أبو الدحداح إلى هذا الأنصاري الجليل وقال له يا رجل هل تعلم بستان أبي الدحداح قال طبعا ومن لا يعلم بستان أبي الدحداح بستان أبو الدحداح يا جماعة كان أجمل بستان من بساتين البديل كان قدام مسجد النبي كان فيه ستمائة نخلة وبئر وبيت وصور يعني كفاية إنتاجية من أعظم ما يمكن وكان الطمر بتاع أبي الدحداح كان أجمل طمر موجود في المدينة قال له طبعا ومن لا يعلم بستان أبي الدحداح قال هو لك بكل ما فيه من بئر وبيت ونخل وصور على أن تعطيني هذه النخلة قال هي لك فعاد أبو الدحداح مرة أخرى هو مش يعني مش بيتأكد من النبي هو عارف أن الكلام النبي صدق لكن هو نفس يسمع البشرة تاني قال يا رسول الله ألا إلي اشتريت النخلة وأعطيتها لليتيم ألي بها نخلاتهم في الجنة قال أجل لأبو الدحداح قال أبشر يا رسول الله فلقد اشتريت النخلة وأعطيتها لليتيم وجعلتها لله جل وعلا فتبسم النبي ومسح على لحيته ويقول كم من عذك رداح لأبي الدحداح في الجنة أي كم من نخلات مثمرة لأبي الدحداح في الجنة وظل النبي يكررها المشهد التاني أبو الدحداح واخد الأنصار عشان يسلموا البستان فلما وصلوا للبستان لسه جاي يفتح الباب فافتكر أنه خلاص بيع البستان ومش بالحق أن يدخله فلسه يسلموا البستان وإذا به يسمع صوت زوجته وأولاده في البستان فنادى من وراء الصور يا أمة الدحداح قالت أجل يا أبا الدحداح قال خرجي أنت وبنوكي من البستان فقد بعناه لله جل وعلا طبعا لوحدة يعني فهم إزاي كنت تقول له ضي فرحتي بك يا حبيبي أخذ بالك إنما سبحان الله امرأة قلبها مليان إيمان وبازل وعطاء قالت ربي حالبيع أبا الدحداح لا نقيل ولا نستقيل الله أكبر وهي خرجة هي وأولادها ومشهد مؤثر وركز معايا وهي خرجة من البستان ابنها طفل صغير خطة مراية من الأرض حطها في بقه فراحت مطلعها من بقه ورمياها في الأرض وقالت له سامحني يا بنيا فقد بعناه لله الله أكبر أخويا يا حبيبي مشهد جليل وعظيم ومؤثر جدا عشان كده أبو الدحداح كان ليه أصر في كوكب السابقين من تاني كان ليه أصر في كوكب السابقين والحد اسمه سعد ابن خيثمة ابن الحارث طيب يا شيخ محمود قصته الله يبرفيق قول لنا كده يا حبيبنا كده في أن احنا نتصابق إلى فعل الخير بقى كده سباق في العبادة سباق في البزد والعطاء سباق في الإنفاق سباق في الدعوة إلى الله سباق في صلة الأرحام عايزين نتصابق وفي ذلك فليتنافس المتنافسون سعد ابن خيثمة ابن الحارث لما ندب النبي الصحابة للخروج في يوم بدر قام خيثمة ابن الحارث ودعا ابنه سعد وقال له يا سعد تعلم أن النساء ليس معهن أحد فأريد منك أن تبقى مع النساء لكي أذهب وأجاهد في سبيل الله شوف ابنه رد عليه قال له يا جماعة فقال له سعد والله يا أبتا والله لو كانت الدنيا بأسرها لآثرتك بها لو كانت الدنيا بكل ما فيها كتدت لك عن طيب خاطر ولكنها الجنة والله لا أوثر بها أحدا اليوم ودخل سعد ابن خيثمة ابن الحارث يجاهد في غزوة بدر فقتل شهيدا فلما جاء الصحابة يهنئون خيثمة ابن الحارث باستشهاد ولديه سعد بكى وقال أواه أواه والله لقد فاز بها دوني والله لقد كان أعقل مني والله لقد رأيته البارحة في المنام يسرح في أنهار الجنة ويأكل من ثمارها ويشرب من أنهارها ويقول أبتا الحق بنا فإنا قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا يا الله أدي القلوب المؤمنة أدي الناس اللي بتتصابق إلى كل طاعة اللي تقربهم من ربنا سبحانه وتعالى بل تعجب حاجة في غاية العجب أن القصر اللي كان بعدهم على طول لوحد عنده حوالي 12-13 سنة وهو عمير ابن أبي وقاص اللي هو أخه سعد ابن أبي وقاص طبعا حضراتكم عارفين أن حبيبنا صلى الله عليه وسلم كان قبل ما يبدأ أي غزوة كان لابد أن هو يستعرض الجيش أقل من 15 سنة لازم يرجع ما يقتلش خدت بالك فكان عمير ابن أبي وقاص اللي هو أخه سعد ابن أبي وقاص كان عنده حوالي 13 سنة وبعدين عارف النبا يرده فرح مستخب وورا سعد ابن أبي وقاص النبي بيطمئنه على أحوال الجيش فجأة لقى اللبس بتاع سعد ابن أبي وقاص بيتحرك يمين وشمال حد مستخب وورا فنظر خلف سعد فوجد عمير فقال ارجع فبكى عمير وقال يا رسول الله سألتك بالله لا تردني إني أريد الشهادة فتبسل من سعد ابن أبي وقاص وقال يا رسول الله لا تحرمه الشهادة فأجازه النبي صلى الله عليه وسلم ودخل عمير ابن أبي وقاص وكان قصير حتى قال سعد ابن أبي وقاص كنت أعقد له حمائل السيف السيف بتاعه لما بتحط على اكتافه بيجرجر في الأرض فكان يحط له السيف النحية التانية كده ويخليه نازب زاوية كده عشان يعرف يمشي به قال فدخل فخاتل فقتل فكان من السابقين الله أكبر طفل صغير أخويا وحبيبي أم عمار ابن ياسر سمية كانت من السابقين أول شهيدة في الإسلام رسالة لكل رجل أن يكون رجل عيب عليك أخويا وحبيبي ياللي ما سجدتش لله سجدة عيب أن تكون أول شهيدة في الإسلام امرأة وانت بترفض تسجد لله عيب أن تكون أول شهيدة امرأة وانت رفضة تلبس حجاب لحد النهاردة عيب أن تكون أول شهيدة في الإسلام امرأة وانت لسه لحد الآن ما بتفكرش تفتح كتاب ربنا وتقرأ في كتاب الله تمسكوا به النبي صلى الله عليه وسلم قال تركت فيكم ما إن تمسكتم به فلن تضلوا بعد أبدا كتاب الله وسنتي وإنهما لن يتفرق حتى يرد علي الحوض تعالي نشوف الأصر اللي بعده السابقين كان أصر عمير بن الحمام وإحنا ذكرناه قبل كده في مرة لكن معلش هنكرره لآخر مرة لأنه فعلا مناسب لهذا الكوكب عمير بن الحمام اللي النبي صلى الله عليه وسلم والحديث روى مسلم يما كان واقف في أرض الجهاد وبعدين أول مرة بقى يلتقي المسلمون مع المشركين وكان الموضوع يعني يعني معركة فاصلة وكانت أول معركة والصحابة لسه مش متعودين على كده فقام النبي وقال والذي نفسي بيده لا يقاتلهم اليوم رجل منكم فيقتل صابرا محتسبا مقبلا غير مدبر إلا أدخله الله الجنة صحابة سكتين فنبحث أنهم لسه عايزين كلمة تنين فقال قوموا إلى جنة عرضها السماوات والأرض فإذا بهذا صحابي الجليل عمير بن الحمام وقف جنب النبي فقال بخن بخن جنة عرضها السماوات والأرض فقال النبي ما حملك على قولك بخن بخن قال لا شيء يا رسول الله سوأني أرجو أن أكون من أهلها قال أنت من أهلها فأخرج بعض الطمرات وأكرت طمرة أو طمرتين ثم نظر إلى سائر الطمر وقال والله لئن أنا حييت حتى آكل تلك الطمارات إنها لحياة طويلة فدخل فقاتل فقتل فكان من أهل الجنة بوعد الصادق الذي لا ينطق عن الهوى بأبي هو وأمي ونفسي وروحي صلى الله عليه وآله وسلم كان فيه قصر مين كمان في كوكب السابقين كان فيه كوكب أبي أيوب الأنصاري حضرتك طبعا وحضرتك عارفين مين هو أبو أيوب الأنصاري أبو أيوب الأنصاري اللي النبي فضل عنده بيته لمدة سبع شهور في ضيافة أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه وأرضاه أبو أيوب الأنصاري بلغ بالسنة 80 سنة يا الله يا الله بحسن ختمني يا رب 80 سنة ويزيد بن معوية بن أبي سفيان رايح حشان يغزو القسطنطينية يقوم عماء يوم أبو أيوب الأنصاري يقول له يا يزيد احملني على فرص وتوغل بي في أرض العدو إلى أن تصل إلى أقصى درجة وتفني هناك إذا مت ويدخل بي يزيد بن معوية حتى ما وصل لآخر حاجة هناك عند أسوار القسطنطينية ويزيد وأبو وأيوب الأنصاري خلاص وهو على الفرص وداخل يجاهد في سبيل لا وبيطلع في الروح في سكرات الموت ومات على فرصي فدفنه يزيد بن معوية تحت أسوار القسطنطينية وما زال قصره وما زال قبره أبي أيوب الأنصاري معروف لحد النهاردة عند أسوار القسطنطينية بفضل الله سبحانه وتعالى تعالوا نشوف مين تاني كان لأصر جميل جدا جدا في كوكب السابقين عمر بن عبد العزيز الخليفة الراشد الخامس الخليفة الراشد اللي حكم 26 دولة وأرسل من ينادي في كل مكان في كل بقعة من بقعة الأرض وفي كل مسجد أين اليتامة شوف فاضة الأموال طلب من المسلمين يدفعوا زكاة مالهم وصدقتهم فاضة الأموال لدرجة أن باء الباب بتعبيت مال المسلمين كان لا يغلق من كثرة الأموال والدنيا أمان كلها بفضل الله سبحانه وتعالى فنادى فأرسل من ينادي في كل مسجد تأمن معايا مسلم في كل مسجد من مساجد المسلمين في 26 دولة أين اليتامة أين الأرامل من كان في حاجة إلى مال فليأتي إلى بيت مال المسلمين ويرجع المال مرة أخرى إلى بيت مال المسلمين يتعجب عمر بن عبد العزيز يقول أبا ناديتم على الناس يقولون نادينا يا أمير المؤمنين قال فلماذا لم يأخذ الناس المال فيقولون عففت يا أمير المؤمنين فعفت الأمة تبعا لعفتك قال إذن أرسلوا المال مرة أخرى وقولوا من كان عليه دين فسدادوا دينيه من بيت مال المسلمين سد ديون المسلمين جميعا من أراد أن يحج ولم يستطع فحجوه من بيت مال المسلمين حج المسلمون جميعا من بيت مال المسلمين من بلغ سلنا الزواج من الشباب أو الفتيات فزواجهم من بيت مال المسلمين زوج كل الشباب وعف الشباب